عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة وذلك لدعم القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة حيث اشر مدبولي إلى أنه سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء وذلك في اجتماعه الأسبوع المقبل وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الانتاجية خاصة الصناعة والزراعة ستقوم الحكومة بتنفيذها على الفور وشدد مدبولي على مواصلة الحكومة العاملة على دعم وتشجيع القطاعات الانتاجية بالاضافة إلى تعزيز الانتاج المحلي من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية لسيما قطاعي الصناعة والزراعة وذلك من أجل تحقيق المسهدفات التنموية والاقتصادية للدولة وزيادة القدرات على مواجهة تداعيات الأزمات العالمية